من هنا يبدأ رجال الجيش الوطن استعداداتهم وعبر هذه الطرق الوعرة يتسلقون إلى الجبهات الأمامية في جبال نهم حيث أصوات المدافع وأزيز الرصاص تملأ أرجاء المكان تشتد المعارك وتتمكن قوة الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة من إحراز تقدم يجعلها أكثر قربا من مركز مديرية نهم ومن الطريق الواصل بين العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب لقد قمنا اليوم المقاومة الشعبية والجيش الوطني بتحرير حريب من النهم والكحل والبياغ ومدفون والآن احنا في طلعة الصناني بادي على محلي ويتبقى من الزفنز معنا كيلو لحتى نقطعه ومواصلين مسيرنا إلى صنعاء إن شاء الله تشهد جبهة نهم مواجهات هي الأعنف حيث تستميت ميليشيا الحوثي والمخلوع في إعاقة تقدم الجيش لكنها ما تلبث أن تلوذ بالفرار نتيجة الضربات المكثفة لقوات الجيش الذي يخوض المواجهات مسنودا من طيران التحالف العربي يوم بعد آخر يتقدم الجيش الوطني في جبهة يلأشد عورة وتعقيدا في تضاريسها الأمر الذي يطيل من أمد المعركة ويجعل من حسم معركة صنعاء مسألة وقت لا أكثر على حد قول رجال الجيش والمقاومة هنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر